اشتركوا في القناة 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 العجينة كما تشوفوا معايا نزيد نقسمها باش ندير واحدة كحلا ندير واحدة بيضة هنا في هذا القوام العجينة تكون ما زالها مخصوصة فارينة لكن ماشي مشكل هكا نقسمها في هذا المرحلة باش نقدر نزيد الفارينة ونزيد الكاكاو والجينة هذك هي سوى 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 هنا كما اشتموا معايا العجينة البيضة بما انه درنا ديجازوش كي سان ونص تال فارينة نضيف هذك النص اللي قعد في الكاس الثالث نضيف وغير شوية بشية ونشوفوا القوام وهنا داتلي ثلاث كي سان تال فارينة في هذك الخليط اشتوا معايا اضفت كامل الكاس الثالث ونتحصلوا على القوام المطلوب هنايا يجي شوية خفيف توتسوتي يثقال معاكم يجي سوى سوى برك هنا نحطوها في جيعة ونضيبوا هذك الخليط الاخر اضفنا عليهم مغرفة كبيرة ونص تال كاكاو يكون بني ولا اسود كما تحبون انتوما ونخلطهم ملاح ويجينا هذ القوام التاني هو القوام المطلوب ما نزيدوش عليه حتى حاجة يجينا هكا شوية تقيل ويجينا بزاف هايل وشباب شوفوا نفس القوام اللي عاجين البيضة والعاجين السوداء اضفنا نضيبوا المول تانا اللي نديرولو ورق الطبخ احسن باش هكا ما ينضمنوه بلي ما يلسقش معنا ونحطوه كامل هكا من تحت ونضيبوا نديرو العجينة تانا شوية بيضة شوية كحلة حتى نكملو كامل العجينة باش دينا رخامية من الداخل وهذه الوصفات شاركتهم دي جمعاكم في القناة لكن مش مشكل نعود نشاركو معك خاصة للناس اللي يدخلوا معنا جديد نقولهم هذا المنبر مرحبا بكم معنا مدردركم ويحطيكم الصحة على تفاعلكم على اشتراككم وعلى كم يقولوا على تعليقاتكم يديما يحفزوني ويمدوا لي القوة باش نكمل في الفيديوهات يعطيكم الصحة هكا باش الكل يستفد من الوصفات هكا في الاعادة ايفادة كما نقولو مش منوقعوش بزاف التكرام ما نعودش كلش لكن هكا وصفات اللي عندي شحال ما ندرتهم مش معلش نعودوهم باش الكل يستفد ان شاء الله بعد ما عمرنا المول هادا كتانا دوكنا درنا لوبرك بالكيوضن هكدا باش نخلطوا شوية هاداك الخليط ونضروها الطيب على 180 درجة لمدة 45 دقيقة كتانا خرجوا البيك تاعكم نشف كما هكدا معايا ونحيوها تكون واجدة معاكم خليوها تبرد ما تمسوهاش وتسويت ما تقطعوهاش وهي سخونة وتجيب معاكم واحد الكيكة الرخامية بزاف عيلة وناجحة 100% وان شاء الله هادا الايام معا سخانة سيوها ان شاء الله في كما يقولوه في قهوة العصر مع العائلة ان شاء الله وهذاك الكيخ اللي نهي برد وهنا جيت نزيل اندير معاكم كيكة واحدة اخرى هي الكيكة الشوكولات الجيتان خفيفة شيشة وبزاف هيلة وكما يقولو المقادر ماشي كما يقولو مكلفين بزاف خفاف ضراف بالنسبة المكونات الكيكة التانا سحقينا هنا زوج علب بتاع يوه الطبيعي اللي فرقتهم بالعاني باش نخصلت هذوك العلب ونستعملوهم كميكية للوصفة التانا هنا بعد ما خصلتهم كامل كيلت كامل مكونات بهم نديرو الوصفة التانا على بركة الله هنا سحقينا ثلاث حبات بيض يكونوا بحرارة الغرفة وزدنا عليهم كيس فانيليا ولا فانيليا سائلة كما يحبيتو مع علبة تاع السكر ونخلطو ملح المكونات حتى يبيض شوية الخليط هذيك باش نزيدو المكونات الاخرى وهذي كيكة كما قدكم ساهلة مهلا وتعجب الكبير وصغير سيوها ما تندموش عليها هنا بالنسبة للزيت دارت نصع علبة تاع الزيت يعني الكيلة تعنا تكون داي من هذيك علبة تاع اليوغت ونضيفو هنا زوج علبة بتاع اليوغت اللي نحيناه مع اللوه الكامل وكل ما نضيفو عمسا نزيدو نخلطو شوية الخليط باش الخليط تاعنا والكيكة تاعنا تخرج لنا خفيفة هنا ننكيلو علبة اللولة الفارينا هنا العلبة الثانية ونخلطو كامل هذي المكونات مع كيس خميرة كيميائية ومن الافضل انكم تغرب لو كامل كل ما هو خميرة كيميائية فارينا ولا كاكاو على بيلكم مع السخانة وهذا الفارينا ولا الخميرة وكلش تقدر هذيك الفارينا ولا هذيك الخميرات تقدر خاصة الخميرات تولي حبيبات وكيطة حوليها في الكيك جيلقو التحامشي شباب كامل جي شوية بالقروسية في لسنكم على بيها الواحد يغرب بالكلش وهاكا يضمن نجاح الكيك تاعو للحلويات تاعو خاصة كيكون حال هكا كما قد تكون مسخون هنا بعد ما خلطت كامل المكونات شفت القوام هنا مخصوصة شوية فارينا دوكن نوح نزيد شوية بما اني قدرت غير زوج عولة بتاع الفارينا دوكن نزيد حوالي نصع البلي ما يعادل زوج مغارف هكا كبيرة تاع الفارينا باش نتحصل على القوام المطلوب وتحصل على هاد القوام كيما شفتوه معايا شوية تقيل هكا ماشي بزاف بصح شايدو روحو لكن يجيكم خفيف بزاف تاني يقدر ما يحكمش روحو يطلع يطلع و بعد عاود يحبط كامل هذك هذك لقاتو بتاعكم هنا في المول تايا كيما شفتو معايا درت لها شوية زبدة شوية فارينا و درت هادوك الطيب في فرن ساخن على مية ثمانيين درجة خليوها حوالي عشرين لحم سوا عشرين دقيقة برك و نحيوها بيانسان توماشدو الكوضون ولا لقيدو هنا شف نحيوها و بالنسبة للتزين يا كيدي يكون اختياري بصحة نادرت هنا يا مية ميليليلت على الكريمة السائلة سخنتها حتى ولا تغلط معايا اضفت عليها ثمانيين غرام تاع شوكولات و بالنسبة للشوكولات تقدر تضيفو غير خمسين ولا ستين غرام تاع شوكولات تكفي وتوفي باش تزينو الكيكات تاعكم انا هنا زينتها بهذا الشكل تقدر يعني تزينوها كما حبيتو تقدر تديرو فيها كما يقولوا هذي كلاباتا تغطيني بلا ما تدوبو الشوكولات بلا ما تديرو كامل هاد شي وتزينوها بالكوكا و من الفوق ولا هكا في الميسال تاع الشوكولات ولا اي عفسة تحبوها انتوما انا خليتو لديه وخير قليك نديرو هذي خليتو دره ولي درها من الفوق وخلينا هاد التحذيرات الكامل حضرتهم كما يقولوا النهار مقبل هذي الكيكات باش هالنهار لاني فيغسان نحضر عفايس واحد اخرين يكفيني الوقت باش نوجد كلش بما انو لاني فيغسان تاعنا كان عزوج تالع شي وهنا غدوة من ذاك حضرنا حضرت هنا شوية سفنج بما انو قلت صغار دريري صغار من درهم هاكا عفايس يقدروا ياكلوها ويحبوها وما حبيش ندير سفنج تقليدي تانا هذك الكبير درتو هاكا صغير ور باش كل واحد يرفض حبا هاكا ما يفسدوليش وخلاص درتهم هاكا حبات صغار وجام فش فش ومبنبن الله يبارك عجبوهم كامل صغارتاني كلاو منو وعجبهم وجيتهم كما يقولوا حاجة جديدة انو ياكلوا سفنج هاكا فلاني فيغسان ونعجبني الحال كيكلوهم بما انو قلت مع الولده شوية ليبينيه وخفت ما يكفينيش الوقت قد خليني ندير برك السفنج اسهل حاجة وحمد لله عجبهم كامل هذك السفنج وظلا درت كمي هادي الكيمية صغيرة بصح كفت لنا والحمد لله ودرتاني هنا ليميني بيزا بما انو الاني فيغسان تاع الصغار على بلكم الصغار كامل يحبوا لي ميني بيزا كده حضرت هاد الكيمية يعني كمية كبيرة الله يبارك كلاوها كامل كلاوها قبل ما يبدو الاني فيغسان تحهم بصحتهم يعجبني الحال كي هاكا يلقوا حاجة يحبوها وتعجبهم هانا بعد ما وجدت كلش كلش حتيت هذك الكيكة الروخامية هذك الكيكة تاع الاني فيغسان اللي حضرتهم البرح قبل الاني فيغسان السفنج اللي حضرته معاكم وجدته على البكري تاني مع هذك الميني بيزا قبل ما ننسوا كم يقولوا الحلوة وليشيبس هاللعفيس كامل يحبوهم الصغار على بلكم كيفاش انا احطيت لهم برة ورحنا برة واحد اسمي شاء الله الله كم يقولوا هما اللعبوا وانا قاعدت معهم عجبهم بزاف بزاف الحل وفوتنا كم يقولوا هكا نهار شباب مع دراري مع هكا فرح هو وانا فرحت خاصة انو هندوك قريب العطلة ان شاء الله الواحد يخرج من هذك الريتم بتاع القرايا الريتم بتاع الخدمة وخلاص هذا ما كان ان شاء الله ان شاء الله هواواواواواواواواواواواواواواواواوا واهاكا كانت القاعدة التعنا كما اقولوا شاهدكو في الجنة ان شاء الله ان شاء الله هزيتوا افكار يلوك كن صغيرة من هاد الفيديو وانحنا نتلاقوا في فيديوهات جايه ان شاء الله ونقولكم ماتلا في روحكم تلا في صحتكم ومع السلامة شكرا للمشاهدة